ازايك يا شباب دلوقتي نحل نحاول نحل كل تشوز عشان الناس اللي بتطلب كل الاسئلة تشوز السؤال المباشر هنحله على طول السؤال اللي محتاج شرحه هنشرحه The opposite figure illustrates a part of Spirogyra algae on its examining under the microscope study it then answer Number 1 structure X اللي هو نشوف الرسمة structure X هي دي الcell wall عرفت منين ان هو سيل وول علشان لسه فيه وول تاني وهيقلف هنجيب منين يعني اكيد انا عارفها المعلومة انا بتكلم عليك انت لو انت مش عارف فهتقول ايه فيه وول تاني اهو قدامنا في البداع فيبقى ده بلازما ممبرين يبقى اكيد هو بيتكلم على السيل وول يبقى السيل وول ده كونتين كاربوهيدرات عشان هو فيه سيليولوز نمبر تو السيليولوز السيليولوز نمبر ثري السيليولوز اللي هو سيليولوز نمبر فور the structure y refers to why nucleus فالسؤال مباشر يعني هو في الاول يخد كده بس بعد كده هتلاقيه سهل كورن بلانت سل عادي ده بلانت وهو عايز حاجة يعني give it its shape and support give it مثلا definite shape ايه الحاجة اللي احنا خدناها في الستركترز بتدي البلانت shape اللي هو السلول يبقى سيليولوز only تمام مش البلازما ميمبراين يعني هو دلوقتي يجايب لك حاجات ان البلازما ميمبراين ليبيد وبروتين وكده لأ هو السيليولوز هو اللي give the plant its shape وقلنا بداله البونز في الانيمالز هي برضو اللي بتدي الانيمال والهيومن its shape طيب نشوف بارت نمبر 1 ده مشاور على ايه الاول بارت 1 مشاور على السلول في البلانت سل وتو على البلازما ميمبراين في الانيمال سل نختار بقى حاجة سيميلاريزي between both of them the presence of pores ايوا اللي اتنين فيهم pores the separation between the cell contents and its surrounding medium البلازما ميمبراين بس اللي بيعمل كده the control of the passage of substance البلازما ميمبراين بس اللي بيعمل كده the liquid state for each one of them دي طبعا غلط يبقى A طيب نقول question number 4 the opposite figure represents a part of the living cell study it then answer طبعا opposite figure بين انه هو بلازما ميمبراين number 1 which part in this figure attaches with the cell originals the part اللي هو attaches with the cell originals هو number 3 3 ده بيشاور على الحاجات اللي تحت دي اللي هي cytoskeleton فهو ده اللي اتتشت بال بالسل originals يعني باللي جوه خلاص اللي لازق في البروتو بلازم طيب number 2 which of the following parts has a role in choosing certain substance to enter the cell برضو ده ايه في البلازما ميمبراين هيكون number 1 اللي هو البروتين عشان البروتين identification sites وهو اللي بيفتح ويقفل عشان يدخل ال substance ماشي يعني act as gates number 3 the previous figure consists of homogenous and heterogeneous or homogenous and heterogeneous وفي يعني فيه حاجات كتير مش شبه بعض خلاص تمام اه انما مثلا لو قلنا على الفلاود بتاعه كله شبه بعض مش بكلم على اللي فيه الفلاود كله شبه بعض لو يعني ده مثلا homogenous السيلول ده سليولوس بس فده انا قدر نقول عليه homogenous انما البلازما ميمبراين فيه حاجات كتير مختلفة وبالذات الفوسفو البايلير بتاع الفوسفو البايلة بس فتح نمبر 5 هي رايحة لها إزاي ما هو البلد ماشي في كل البادي إيه اللي في السل بيعرفها أكيد البلازما ميمبراين فيها حاجة هي اللي بتعرف السل هي اللي بتعرف الهرمون ده عشان تدخله فهيكون البروتين اللي في البلازما ميمبراين وإحنا أصلاً واخدين أن البروتين ده أكت as identification sites for substance number six the complex lipids that enters the structure of the plasma membrane is دي معروفة number seven which of the following figures represent the plasma membrane in the cell ده كمان سؤال مباشر وهيكون إجابة C هو ده الصح اللي عندنا في الشيب question eight from the opposite figure what is the reason for obstructing the movement of protein molecules from the inside to outside of the cell طبعاً أنا معترضة على question بس مش مشكلة هنجاوبه according to المعلومات اللي عندك اللي أنا لسه أقيلها في الفيديو أساساً إنه البلازما ميمبراين اللي هو water وكنترول control the ions and prevent large molecules فإلي يخلي البروتين ما يعديش من البلازما ميمبراين هنا هيكون إنه size بتاعه إيه هي large molecules اللي مش بتعدي مثلاً لو protein storage كل الماكرو موليكولز اللي احنا قلناها منش بتعدي خلاص هي بتعدي بس بطريقة تانية عشان كده أنا معترضة على السؤال number nine two layers of phospholipids in the plasma membrane face to each other throw throw the tails the tails هما الاثنين اللي بصين لبعض اللي هي hydrophobic tails هو أنا يعني لو كنت في وسط الفيديو قلت hydrophobic وهيدروفالك غلط تبقى يعني يعني بس تلخبط فسامحوني على اللخبط question number ten which of the following choice represent the structure of plasma membrane of the plant cell طيب البلازما ميمبراين لازم يكون فيها ايه الحاجة اللي لازم تعلم بها البلازما ميمبراين الفوسفولipids وهيكون فيها بروتين وكوليسترول فين الفوسفولipids زينا الكمبليكس lipids يبقى موجودة في الثلاثة الليبود دريفتفز اللي هو الكوليسترول موجود في A و B البروتين موجود في في A طيب simple lipids اللي هو مين اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو كوستش انتم طفط فيش within اللي ت كلم تدين اللي يفيها كلمان اللي تويتس خلوص خلوص ماشي كم مني هاي دي اه البلازما ممبرين فيها ايه فيها كلسترول اللي هو وفيها اللي هو وما فيهاش يبقى احنا معناش اختيارات غير اي وبي وفيها بروتين وفيها كاربوهايدرات الكاربوهايدرات فين اللي هو البلو اللي طالع او اليالو اللي طالع فوق ده شايفو دول فيهم كاربوهايدرات هم نعرف انه هو ما جابش سرته في الدرس بس هم دول كاربوهايدرات تمام وليهم اسم يعني جلايكوليبز والتاني ليه اسم تاني خلاص يبقى ايه احسن لا yes استيقات ناس and animal cell which of the following structures is found in the plant ZD and Nucleus and Y-Cytoplasm and X-Plasma and all them are A question number 13 which of the following statement is correct the DNA in the cell consists of protein and the DNA كتير الـ DNA مش كونسس أوف in the cell كونسس أوف بروتين لا هو كروموسوم and بروتين ماشي يعني هو كويلد around البروتين اللي هو الهستون وموجود في الفيديو اللي أنا شرحتها كتير اول ممكن احطه لكم في الديس سكريبشن بوكس لا البروتين مش كونسس أوف دي اي طبعا واحنا عارفين ان يبقى دي كمان غلط يبقى هي سي بس سؤال 14 ودي برضو بينا في الفيديو اللي هو بتاع الدي اي اي هحطوه لكو في الديس كريبشن بوكس وكمان بينا في الفيديو بتاع السل ولو مش موجودة هتلاقوها في الفيديو بتاع الدي اي اي سؤال 15 احنا قلنا ان الرن اي هيتلع من قوة النيوكليس يتلع بره يشوفوا الريبوسوم يعملوا translation ويتلع منه البروتين يبقى البروتين سينسيشن will stop اللي هي بي 16 هستون 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 هم entre the metabolic process لا طبعا ال الانزيم الانابوليزم وكاتابوليزم لكن الهيستون الانابوليزم بتاعته الانابوليزم الانابوليزم بيتعرف على اي امين واسد يبقى الوحيدة الانابوليزم بتعرف على اي بروتين السنترومير موجود في السنترومير اللي هو الpoint of connection between two chromatids في الكرموسوم اللي هو ده السنترومير هو الى النص point of connection طيب احنا في question number 18 the opposite figure represent a part of the living cell study it then answer the part that is not considered from the components of the nucleus قلنا اللي هو one endoplasmic reticulum ده مش معانا في النوكليز the part that carries genes is طبعا ده الDNA والDNA هنا اللي هو number two chromatin reticulum chromatin اوه reticulum اللي هو DNA number three the part number two consists of DNA وبروتين فين DNA وبروتين هنا B طيب يعني ده DNA coiled around protein اللي هو الهستون question number four which when the structure number three is absent اللي هو nucleolus the disturbance of A production occurs احنا قلنا in nucleolus with RNA with ribosomes كل ده rough endoplasmic reticulum كل ده responsible for formation of proteins number 19 ده جيف اللي مدحان سوال 19 ده جيف اللي مدحان السنة الفاتد the opposite diagram represents a cell of a living organism what do the symbols x and y represent هو دلوقتي cell وبعدين nucleolus وبعدين cromosome يبقى احنا دخلنا جوا cromosome فيه DNA وبروتين فيه ناس هتقولك طبعا هو DNA وجين ماشي ممكن يكون DNA و nucleotide ماشي لكن هو هنا مش مش حططلك الاتنين مع بعض في نفس الجملة فهنختار DNA ده أساسي DNA وبروتين ما ينفعش بقى تختار nucleotide وATP والحاجات لا مش حينفع خلاص يبقى B DNA وبروتين question number 20 the number of DNA molecules in a cell of living organism that contain 10 chromosome in anaphase during the mitotic division is طيب هو هنا عشان نفهم السؤال اللي بيسأل على DNA وال كام molecule in a cell اللي في الانابوليزم فيها 10 chromosome فإحنا هنمشي كده مع دي من أول G1 اللي فوق دي احنا كده بدقين بيسأل فيها 2 chromosome بعد كده بيحصل بيفضلوا 2 chromosome يعني هنمشي يمين كده هيفضلوا 2 chromosome هنمشي لغاية تحت profase وبعدين metaphase هما لسه 2 chromosome عند الانافيز حصل separation لل 2 chromosome دول بس الكروموسوم و sister chromosome فينفعش ما ينفعش نعدهم انه هما 4 هما لسه 2 chromosome أو 2 groups of chromosome تمام وفي وفي الاخر اتقسمت ودلع فيها 2 فاحنا عارفين ان الميتوز division produces cells contain the same number of chromosomes of the parent cell فهيكون اللي بدئين بي هو نفسه اللي موجود في الانافيز يعني مش هيكون double ولا اقل لانه اصلا الduplication اللي حصل ده حصل sister chromosome وده كده احنا محتاجين نشرح يعني من الاول انا مش فهم هو ليه حشر السؤال ده في النص فست الاسئلة بس احنا هنبص عند cell x فيها 2 chromosomes عند الانافيز اللي على الشمال دي فيها الكروموسوم لما تقسم اتقسم الكروموسوم و sister chromosome فما ينفعش نعدهم 4 فهيكون the same number of chromosome question number 21 which graph express the relation between the number of nuclei inside the cell and the secretion of hormones the secretion of hormones يعني الcell اللي بتكون عايز هرمون كتير النumber of nuclei فيها تنقرز يبقى B هو ده الگراف اللي ريبريزنت ال relation between them اللي هي direct relation question number 22 from the opposite figure which of the following parts is used in the production of ATP molecules هيكون الميتوكون و I think انه انا عندي page نقصة كده لا خلاص كده يبقى الميتوكون اللي هي number 3 هي دي responsible for ATP ملك اشترك اشترك اشترك